العائلة المالكة كلها انقتلت بس الأميرة بديعة وزوجها وولادهم وهم بغير بيت كانوا فهم اللي خلص هم والأميرة هيام زوجة الأمير عبدالله بس الأميرة هيام كانت بالقصر الملكي بالرحاب شلون نجت نجت لأنه حسب ما هي حاجت لي قالت الآن إذا هم دا يمشون بره صاروا وأكو ساحة أكو نافورة فتقول دا ريد ألاحق بهم قالوا لهم أكو سيارات رح تطلعكم فتقول دا ألاحق بيهم وهذا العسكري اللي وياهم ويا الجماعة ديسألها أسئلة تقول آني إن زوجة دا ريد ألاحق بيهم فهو بعدين قال للأمير ربيع أخوها الأهيام قال لآن دا أخرى لنعرف رح ينقتلون فقدت لي ويش هاي تنقتل هي مو منها يعني هي زوجة الأمير فحاولت أخلص هي زوجة عبدالله أي فجتها الرصاصة هنا بالورك أظن بالفخد وبالفخد وغمع عليها ومن قامت فجوابي لكل من يقول إنه الملك كان عايش وعبدالكريم حاول يخلصه فحشم قول هيام من وعت الملك يمها نايم رأسه مكسوس بالنص والشسمة كلها على هدومها فخلي بطلون هالحكاية أنه عبدالكريم يريدي خلصة يعني هو أيضا هناك من يقول أنه الزعيم عبدالكريم قاسم ما كان ينوي قتل العائلة المالكة وإنما هو تصرف فردي من أحد الضباط وأيضا بالمقابل هناك تساؤل يعني إذا لم يكن عبدالكريم قاسم راضي على مقتل العائلة هل أجرى تحقيق مثلا؟ ليش ما حاسب الشسمة اللي قتلهم ليش سمح بسحل هالجثث بالشوارع اللي هو النقيب عبدالستار العبوسي عبدالستار العبوسي ليش ما حاسبه بالعكس دارو دزو سفارة بروسيا بالعكس كرمو وليش ما منع السحل ليش خلاهم يسووا يسحلون بالشوارع ليش خلا قصاب يجي يقصب الأمير يوضعه على الناس وين كان عبدالكريم؟ نايم؟ وين كان؟ نوري باشا بديس يحلو بالضرب وين كان عبدالكريم؟ نوري باشا السعيد اي شن يعني شن يريد يطلق نفسه منه؟ المهم صار عند رب العالمين هو رح يلاقي اللي يستحق من رب العالمين اشتركوا في القناة